هنا الوقف على نقطتين النقطة الأولى وهي إقرار الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي نقل إلينا النافلة والنوافل بأنها تتقرب بها إلى الله حبا وتقربا الأمر الآخر هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأنه أفلح إن صدق فالتزم بالفروط فقط نعم فهنا وقف وضع النافلة أو وضع النوافل بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأنه سكت عن النافلة أمامه وبين إقرار الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن النوافل تقرب إلى الله وتجعل الأمر فيها حب أكثر من الله سبحانه وتعالى للعالم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من سماحته وجمال دعوته أنه يجذب الناس إلى الإسلام ويحببهم فيه ولا يكلفهم أمرا شاقا قد يصعب عليه هذا رجل قريب عهد بالإسلام ولسه داخل الإسلام فمش عاوز يكلفه كثير من العبادات قد ينفر يعني قد ينفر ويشق عليه فقال له هم الخمس فرود بس وأعوذوا الصيام قال له الذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص قال أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق أفلح وأبيه إن صدق على عدد الروايات فالشاهد أنه لم يكن ليقول له هذا القول لمجرد العترك للسنن لا له قال له تحبيبا له وترغيبا له في الإسلام وتأليفا لقلبي في الإسلام فإذا ما تزوق علاوة الإيمان هو من نفسه سيزداد ويأتي بالنوافل التي تقربه من الله سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك كان الحديث الآخر يبين أن النوافل لها أهمية كبرى في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى القرآن نفسه يقول للذين يتهجدون بالليل ويأدون النوافل والوتر والتهجد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعة ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسه ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون